مساء الأربعاء أثارت حادثة هروب أربعين قرداً من منشأة بحثية في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية اهتماماً واسعاً بعدما أفادت تقارير إعلامية بالواقع وأوضح موقع سكاي نيوز البريطاني أن السلطات قامت بنشر كاميرات التصوير الحراري والفخاخ في محاولة لاستعادة القرادة الهاربة من مؤسسة ألفا جينيسيس البحثية في بلدة ياماسي وفي ضوء هذه الأحداث شددت الشرطة المحلية على أهمية الحذر حيث دعت السكان القريبين إلى الاتصال برقم هاتف الطوارئ 911 فوراً في حال رصد أي من القرادة محذرة من محاولة التفاعل معها كما نصحت في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك بإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول هذه الحيوانات إلى المنازل تعتبر ألفا جينيسيس من المؤسسات الرائدة في توفير منتجات الرئيسيات غير البشرية وخدمات البحث البيولوجي حيث تمتد على مساحة مئة فدان مخصصة لأغراض الحجر الصحي والتكاثر والبحث وتجري المؤسسة تجارب سريرية متنوعة بما في ذلك علاجات لأمراض الدماغ مؤكدة التزامها بتقديم أعلى معايير الرعاية لجميع الحيوانات رغم عدم الكشف عن سلالة القردة التي فرت إلا أن موقع ألفا جينيسيس يشير إلى أنها ترعى قردة المكاك والكابوتشين ولا يزال الغموض يحيط بمصير القردة الهاربة وسط جهود مكثفة من السلطات لإعادتها إلى المنشأة بأمان هذا الحادث يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المنشآت البحثية التي تتعامل مع الحيوانات ويثير تساؤلات حول إجراءات الأمان والرقابة في مثل هذه المؤسسات ترجمة نانسي قنقر